اشتركوا في القناة المهجنات الاصائل بشعارات وتحديات هنا ايضا ناء القبائل في هذا اليوم الذي نتابع بالانطلاق نتابع بتحدي الجميل نسير معكم هنا بالانطلاقات نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة عنيد لمنصور بن صعد بن قذر لحباب من يفتتح الصدارة والمركز الاول بينما المركز الثاني يأتينا هنا جلهام مطار بن محمد بطبيعة ليكتبي من يقدم لنا جلهام بهذا الانطلاق والاداق بينما من الجانب الاخر هنا زمزوم القادم هنا لسالم بن بخيت بن رشيد ليكتبي والوصول هنا من اسمار بانطلاقات وتحديات راشد بن عبدالله بن حمد بن وقاش العامري من يقدم على المركز الرابع وعلى المركز الخامس يأتي اللورد السهيل بن سليم بن حربي العامري وسادس المراكز القادم هنا شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وعلى المركز السابع والمنطلق بهذه اللحظات والمحمد بن عبدالرحمن بن علي الهوني من يقدم على المركز السابع والمركز الثامن الربدان للسهيل بن محمد بن حطمة العامري من يأتي بربدان على المركز الثامن وعلى المركز التاسع المركز التاسع والمنطلق بهذه اللحظات نمرود معالي علي بن سالم بن عبد لكعبي من يقدم لنا النمرود على المركز التاسع والمركز العاشر ذيب حمد بن سعيد بن راشد بن محمد الحكماني ينطلق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى واسامي خلف المراكز العشرة الاولى ايضا قادمة هنا للمشاركة في انطلاقات وتحديات هذا الشوط نعود مشاهدين الكرام بعد العشرة المراكز الاولى الى صدارة هذا الشوط والى المقادمة والى المركز الاول والى التغييرات الطفيفة التي تجر وتجر في مسيرة هذا الشوط نتابع المقادمة والمركز الاول من غير بهذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الاول وانطلق بصدارة هذا الشوط بهذه اللحظات هنا يأتينا نتابع مشاهدين الكرام صدارة هذا الشوط والمركز الاول اللورد اللورد من غير لسهيل بن سريم بن حربي العامري ودلهام في المركز الثاني مطار بن محمد بضبيعة اللي اجتبه والمركز الثالث عنيج منصور بن سعد بن قذلة لحباب بن شاهين قطامي بن محمد بن ذاني بن قطامي السويدي يأتينا الرابعا وعلى المركز الخامس المتسلل والم بهذه اللحظات محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني والقادم رابدان سعيل بن محمد بالحطمة العامري سداسية جميلة تنطلق هنا بمقدمة هذا الشوط بينما اسمر القادم على المركز السابع هنا راشد بن عبدالله بن وقاش العامري من يقدم هنا على المركز اذا السابع والمركز الثامن المركز الثامن الثيب محمد بن سعيد بن راشد الحكماني يأتي مع الثيب هذه الانطلاق على ثامن المراكز والمركز التاسع والمتسلل نمرود النمرود القادم لمعالي علي بن سالم بن عبد اللي كعبي ومن الجانب الاخر هناك زمزوم بن سالم بن فخيد الرشيد الاكتبي من يأتينا بهذه الانطلاق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى ذعناها على حضاراتكم انطلاقات وتحديات هذا الصباح لنا عودة شادين الكرام الى الصدارة لنا عودة الى المقدمة الى المركز الاول والى الصدارة والى اللورد اللورد المنطلق على الصدارة على المركز الاول السيل بن سريم بن حربي العامري بينما عنيد بن الجانب الاخر عنيد من يعاند بهذه الانطلاق منصور بن سعد بن قذلة لحبابي من يأتينا على المركز الثاني وبدأ يتسلل في هذه اللحظات بينما القادم 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 والمتسلل هنا ايضا في هذه اللحظات والمندفع والمنطلق هنا يأتينا والم محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني من يتسلل وبن قطامي هناك مع انطلاقتي وتحديات ربدان اسهيل بن محمد بالحطمة العامري من يأتي هنا ايضا متسللا على المركز الرابع المركز الخامس شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وسادس اندل هام المنطلق هنا بشعار مطر بن محمد بالطبيعة لاجتبي من يقدم على سادس المراقز هنا مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها مع منتصف المسافة والمغادرة لمنتصف المسافة بست دقائق ثلاثين ثانية نتابع هنا القادم اسمر بهذه اللحظات اسمر هنا منطلقا ايضا قادم بشعار راشد بن عبدالله بن حمد بن وقاش العامري من يقدم على المركز اذا السابع والمركز الثامن وصل الشبابي لسلطان بن محمد الملعاي الاكتبي من يقدم لنا الشبابي هنا في هذه اللحظات على المركز الثامن نمرود في المركز التاسع لمعالي علي بن سالم بن عبيد اللي كعبي والحميري يقدم شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من ياتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى ولنا عودة مشاهدين ومتابعين الكرام الى الصدار لنا عودة الى المقادمة الى المركز الاول والى الصراع وهنا الشداشية على المقادمة وعلى المركز الاول هنا نتابع نيد من الجانب الاخر من تسلل الى الصدارة الى المقادمة هنا منصور بن سعد بن قذرة لحبابي على المركز الاول اللورد بن مركز الثاني لسهيل بن سريم بن حربي العامري والمركز الثالث ياتي ربدان لسهيل بن محمد بن حطم العامري ورابع المراكز والم محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني وشاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي جلهام مطر بن محمد بن طبيعة لاجتب سادسا اما المركز السابع المركز السابع والقادم بهذه اللحوات واسمر يتسلل هنا ويقترب من ستة المراكز الاولى اسمر هنا راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدم على المركز هنا السابع والمركز الثامن وصل المدهش مع مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم لنا مدهش بهذه الانطلاقة وهذا التحدي وشاهين تعالى مطار بن سعيد بن عبد الحميري من يأتينا هنا تاسعا والمركز العاشر وصل لافي على المركز هنا العاشر اول نداء اول نداء هنا بالنطلاقة منصور بن سعيد بن منانا من يأتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة مشاهدين ومتابعين الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى الصدارة نعود الى المقادمة الى المركز الاول عنيد عنيد من انطلق بالصدارة انطلق بالمقادمة وبالمركز الاول عنيد هنا لي ايضا منصور بن سعاد بن قذلة لحبابي من يقدم على المركز الاول بينما المركز الثاني شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي واسمار اسمار القادم هنا بهذه اللحظات ركز يا راشد يا بن عبدالله يا بن حمد يا بن وقاش يا العامري ركز هنا مع ايضا اسمار وانطلاقاته وتحدياته الجميلة هنا القدوم من قبلي هنا ربدان ربدان في صلب المنافسة السيل بن محمد بن حطم العامري ودلهام دلهام دلهام هنا بشعار هنا مطار بن محمد بضبيعة اللي اقتبي خماسية 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 جميلة في هذه اللحظات هنا القادم والم والم محمد بن عبدالرحمن بن علي الهوني وياتينا هنا المناور لسالم بن عامر بن راشد هنا المدهوشي من ينطلق مع مناور بهذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل هنا ياتي لافي منصور بن سعيد بن منانا لاكتبي من يقدم هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل تاسع المراكز المركز التاسع والقادم باول نداء اول نداء هنا غازي حمد بن عبدالله بن بارك الهاجري فنياتينا هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل وشاهين لسعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري عاشرا هذه النتيجة النتيجة للمراكز الاولى هنا دلهام من غير على الصدارة دلهام من غير على المركز الاول وصدارة هذا الشوط دلهام 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 مطار بن محمد بضبيعة الاغتبين هنا ينطلق بالصدارة مع الكيلو متر الاخير هناك من هاور المثانية اللي سالم بن عامر المدهوشي والمركز الثالث المركز الثالث غازي حمد بن عبدالله بن بارك الهاجري من ياتي بهذا الانطلاق الجميل وهناك المتسل لافي منصور بن سعيد بن منانا يصل بهذه اللحظاتي وربدانا السيل بن محمد بن حطم العامري واسمر هنا راشد بن عبدالله بن حمد الموقات العامري ولكن الصدارة مع دلهام دلهام على الصدارة دلهام على المقدمة وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور دلهام دلهام بانطلاقة وتهديات مطار بن محمد بضبيعة لإقتبي من يقدم على المركز الاول وصدورتها بالشوت ولكن ربدان ربدان وهناك غوى مناور الله الله التحديات الاخيرة في قريات هذا الشوت هنا المتسلل مناور 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 من يتسلل هنا بهذه اللحظات سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش المدهش من ينطلق بهذه اللحظات مع مناور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدورة هذا الشوت بهذه الانطلاقات واللحظات الاخيرة سلام سلام للسلطنة سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز السالم بن عامر بالراشد المدهوشي دلهام في المركز الثاني وطر بن محمد بضبيعة المركز الثاني ربدان من وصل للسلم بن محمد بن حطم العامري وانم يأتينا من محمد بن عبد الرحمن بن علي الهولي وعلى المركز الخامس وصل مبلش محمد بن ربلي بن محمد العامري من حل على المركز الخامس وسادسا لمنصور بسعيد بن بنانا ونعود هنا ايضا مع التوقيت الزمن مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة الوصول هذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل والتحدي هنا والانطلاقات والتحديات الجميلة هنا التوقيت الزمني التوقيت الزمني هنا مع ايضا انطلاقات وتحديات مناور تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز المميز الجميل وثلاثة عشر دقيقة ستة من الاغزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي يشجل مع مناور تهانينا وناموس المركز الثاني جل هام مطار بن محمد بضبيع الاقتباية ثلاثة دقيقة ثانية واحدة تسعة من الاغزاء من الثانية تهانينا وناموس بينما المركز الثالث وصل ربدان هنا بشعار وتحديات السهيل بن محمد بن حطم العامري فقطع المسافة في ترتعي دقيقة ثانية تين جزئين من الثانية تهانينا وناموس تهانينا للجميع